السلام عليكم ورحمة الله وبركاته تلاميذ الأعزاء مرحبا بكم معي في هذه الحلقة الجديدة اليوم سنشتغل على الصفحة رقم 15 كتاب المفيد في الرياضيات لمستوى الرابح ابتدائي إذن أتدرب أتتبع شريط الإنشاء وأرسمه على ورقة مستقلة متوازي الأضلاع أبسد إذن هنا عدنا 1, 2, 3, 4 إذن هذه المراحل اللي سنتبعه باش نرسمه أو نحصله على متوازي الأضلاع ليهو أبسد وشنو كنعفو على متوازي الأضلاع كل ضلعين فيه متقابلين متقايسين ومتوازيا إذن كل ضلعين متقابلان متقايسان ومتوازيا إذن هذا قد هذا وهذا قد هذا ومتوازيا يعني كل ضلعين متقابلين متوازيين إذا بدأو المرحلة الأولى شنو نديره؟ نرسمه B فيها 5 سنتيمتر و AD فيها 3 سنتيمتر إذا نديره AD فيها 5 سنتيمتر وغنديره AD فيها 3 سنتيمتر AD AD 3 سنتيمتر ونحرصه وما نديره بروح زاوية القائمة إذا نعيد الثلاثة و أه بي خمسة سمسيط مدر إذا هنا أه بي وهنا أه بي وهنا أه بي هذه مرحلة الأولى و مرحلة الثانية و من بعد نجيب مسترةٍ ومتلةٍ أو مقص و سنحاولو نضع المسترة بحال هكا و and with the top close by the top of the top 마시지 باش تكون عندنا زاوية قائمة إذا زاوية قائمة هنا و لا اسحناه قليلا على هذا بحال هكا. بحال هكا غسو يكون. نديرو بحال هكا. وغنجيو مطلعين بحال هكا الكوس. تل هنا. وغاد شكلنا زاوية قائمة. وغاد نديرو الضلع تحال فيه خمسة سنتيمتر. غاد نجرول هنا. خمسة سنتيمتر. بحالك. ومنبعد. شنو غنسميوها النقطة غنسميوها السي. ومنبعد غاد نجيبو المستارة وغن نربطوها بين بي والسي بحالك. وبحاكا كنكونو حصلنا على متوازي الأدلاع A, B, C, D. تعملو؟ تانك المرو التمرين تاني. جو كونسطخوي ان parallيلوغرام. parallيلوغرام هو متوازي الأدلاع. ونسيبو لزيتاب السيونة. دابا هنستعملنا المستارة والكوس. دابا غنستعملو البركار. شنو غاد نديرو. المرحلة الأولى نفسها. غاد نديرو خمسة في ثلاثة. إذا كما كتلاحظو. هنعدنا خمسة سنتيمتر. وديرو الآخر في ثلاثة سنتيمتر. داكو. شنو غن نديرو دابا. هنجيبو البركار. هننخدو القياس ديال A D. ونوضعو الشوكة في السي ونديرو قوس. المرحلة الثانية هننخدو القياس ديال C D. ونوضعو الشوكة في A ونديرو قوس. وهد النقطة اللي غنحصلو في هاد التلاقي ديال القوسين. هي اللي غتشكل لنا النقطة B. ونخدو البركار. بحال هكا. هادي نخدو القياس ديال هدل هذا. ها هكا. داكو. هحنخدو القياس. شنو غاد نديرو. هنجيبو البركار ديالنا نحطوه هنا. هاد النقطة هادي. ونديرو قوس. بحال هكا. دا بغل ان نخدو نفس القياس ديال هادل هذا. بحال هكا. نخدو هاد القياس ديال هادل هذا. ونجيبو البركار نوضعو هنا. ونرسمو قوس تاني. باش نحصلو على التلاقي ديال النقطتين. هاد النقطة هادي هي النقطة B. وغادي نجيبو المستارة ونربطو. النقطة B الدلع. بالنقطة الاخرى. بحال هكا. نحصلو على متوازيل اضلع. A, B, C, D. هادي الطريقة الاولى لستعملنا فيها المستارة وكوس. وطريقة التانية لستعملنا فيها البركار. نمر التمرين الموالي املأ الجدول برقم الشكل المناسب. اذا هنا المستطيلات فينا هو الشكل. اهنا كيمتل لنا مستطيل. اذا شنو الخاصية دي المستطيل. انا كل ضلعين فيه متقابلين. كل ضلعين متقابلين فيه متقايسا ومتوازيا. وعنده تهواء زوايا. عنده زوايا قائمة. اول قطران دياله متقايسا. اذا فينا هو المستطيل هنا هو رقم ستة. هذا هو المستطيل الوحيد لدينا. المربعات. الاضلع دياله كلها متقايسة. عنده اربعة اضلع متقايسة. اذا المربع لدينا هو سبعة. المعينات. المعينات قلنا بان كل ضلعين متقابلين فيه تهواء متقايسا ومتوازيا. وكذلك عنده اربع اضلع متقايسة. الاضلع دي ربع متقايسة. اذا هذا هو الشكل ديال المعينا. بالنسبة للمتوازيات الأضلع وعندنا ثلاثة واحد وثلاثة نقوم بعمل المربع المربع أضلع الأضلع أضلع الأضلع ثلاثة 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 3 سنتيمتر سوف نقوم بأس مرصص ثلاث سنتيمتر نقوم بأس مستقيم صغر نقوم بأس مضبوطة وأسفل سنقوم بإضلع أخرى بإستعمال البركار نقوم بإضلع الأخرى بإضلع نقوم بإضلع قريبا نقوم بإضلعه نضغط الأخرى بإضلع سنضغط كل هذا القيد واحدة نقوم بإضافة النقطة نقوم بإضافة فقط نقوم بإضافة النقطة نقوم بإضافة مربع المستطيل لديه زاوية قائمة المستطيل لديه دلع كبير ودلع صغير المستطيل لديه دلع الصغير المستطيل لديه دلع الصغير المستطيل لديه دلع الصغير الثاني المستطيل لديه نيش نضغط الضلع بالنقطة نضغط الضلع الثاني هذا هو المستطيل نضغط الضلع نضغط الضلع نضغط الضلع نضغط الضلع نضغط الضلع نضغط الضلع بعد ذلك نضغط الضلع نضيف 3 سم نستخدم القياس و نستخدم القياس نضيف القياس نضيف القياس نضيف القاوس نضيف القياس نضيف القياس قطرين متعامدة قطرين متعامدة قطرين متعامدة لقد تتدربتها على إنشاء أشكال الحدسية رسمنا متوازي الأضلع وارسمنا كذلك المربع والمستطيل والمعين وإلى حصة المقبلة بحول الله